انابى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة لافتتاح مهرجان التراث السنوي الخامس والعشرين المقام في موقع قلعة البحرين بتنظيم من هيئة البحرين الثقافة والأثار تحت عنوان عيون إن روت اعرب سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة عن سروره لافتتاح مهرجان التراث السنوي الخامس والعشرين نيابة عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والذي يحتفل هذا العام بيويله الفضي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بهذه الفعالية منذ طلاقتها عام 1992 قد جعلت من هذا المهرجان معلما بارزا على خريطة الفعاليات الثقافية لما يحتضنه من ملامح الهوية البحرينية وتراثها الإنساني الغني التي تشكل أساسا قويا انطلقت منه المملكة في مسيرة نمائها بشخصية متفردة تعتز بتاريخها وامتداده الخليجي وتستلهم منه الطموح والوعي في تطلعها نحو أفق المستقبل الرحب ليتعزز المنجز الإنساني البحريني وقد هنأ سموه معالي الشيخ ميبد محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار على استمرارية نجاح مهرجان التراث الذي يلقى إقبالا جماهريا طيبا مشيدا بدوره في تقوية روح الانتماء والافتخار بالهوية البحرينية وتعزيز تواصل مختلف الأجيال مع عناصر الموروث الثقافي والحضاري في مملكة البحرين ونوه سموه بعنوان المهرجان هذا العام عيون انروت واهتمام القائمين عليه باستذكار مكونات الموروث الشعبي البحريني المرتبطة بالعيون الطبيعية من عادات اجتماعية وموروثات شعبية تركت بصمتها في الحياة اليوبية للبحرينيين ما يجسده المهرجان بصورة لها أثرها ودفءها من خلال الأعمال الفنية والحرف الشعبية المرتبطة بالعيون الطبيعية والقرى الزراعية وورش العمل الموجهة للناشئ هذا وقد رفعت معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشكر والامتنان إلى جلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لما يبديه جلالته من حرص دائم على الاعتناء بإبراز أوجه تراث مملكة البحرين وإرثها الإنساني العريق مشيرة إلى أن رعاية جلالته في كل عام لمهرجان التراث إنما يدل على تعبير صادق لرؤيته الحكيمة للارتقاء بالمشهد الثقافي والإنساني في البحرين ودعمه للبنية التحتية الثقافية كما أعربت معاليها عن الشكر لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة على افتتاح سموه فعاليات المهرجان نيابة عن جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه وقالت إنه قد تم نقل موقع المهرجان إلى موقع قلعة البحرين المسجل على قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة اليونسكو تكريسا لدور الأماكن التراثية في صناعة الحدث الثقافي وأضافت أنه لتراث البحرين الإنساني ملمح جميل يدفع للإفتخار بالهوية الثقافية وحضارة هذا الوطن التي تمتد إلى ألاف السنين وهو القيمة الحقيقية التي تصنع منجزات ترتقي بالوطن وتجعل منه نقطة جذب حضارية في المنطقة والعالم منوهة أن المهرجان يأتي تزامناً مع برنامج هيئة الثقافة للاحتفاء بالتراث البحريني بشعار آثارنا إن حكت تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة المالك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة انطلق مهرجان التراث السنوي في نسخته الخامسة والعشرين تحت عنوان عيون إن روت ويستمر حتى الخامس عشر من أبريل الجاري يستعرض المهرجان هذا العام العيون الطبيعية بجمالها وتاريخها العريق بالإضافة إلى أدواتها التي كانت تستخدم في ذلك الوقت ومن بينها المنيور وهو أحد أجزاء أدوات الري القديمة وما يرتبط به من أهازيج ومواويل شعبية هذا العام ثمة المهرجان عيون إن روت لأن نتكلم عن الآثار وأن آثارنا أنحكت لذلك اخترنا هذا العنوان وهذه الثيمة لكي تكون هنا بجانب موقع القلعة لكي نتحدث عن العيون التي ميزت البحرين الحديث عن العيون حديث دشجون نتكلم عن عيون بعضها نظب وبعضها يعاني من الإهمال وبعضها لا بد أن نلتفت إليه كعيون تاريخية هي التي خلقت الأساطير حول هذه الجزيرة المميزة دائما مهرجان التراث برعاية جلالة الملك وفي عامه أو في يوبيله الذهبي مناسبة كبيرة نعتز بها ونعتز برعاية صاحب الجلالة لهذا المهرجان ورعايته للثراف والثقافة نحن هنا في موقع قلعة البحرين وهي دعوة لكل المواطنين لكي يزوروا الموقع يستمتعوا بالمتحف ويستمتعوا أيضا بحكاية أثارنا وحكايات العيون التي تروي قصصها حقيقة هذا يبرز هويتنا وصناعاتنا اليوم تفرجنا وسمعنا من الفن الجميل شفنا الأصالة في الإنتاج في الإبداع في الحراف في كل شيء حقيقة هذا يوم مهم في السنة البحرينية للبحريني وللزائر الشقيق طبعا عيون كثيرة عيون محبة وعيون سقط العالم كله مهرجان التراث هذا مهرجان مهم من قبل 25 سنة وأكثر فكر فيه صاحب الجلالة الملك المفدى حينما كان ولي العهد لترسيخ مبدأ العناية بتراث البحرين الحضاري وتراث البحرين طبعا من دون شك أنه تراث كبير وغزير بكل نواحي وغني بكل نواحي الحياة في البحرين الحمد لله على مر السنوات الماضية استطاع هذا المهرجان أن يثبت نفسه ويقدم للمواطنين والجمهور سواء من داخل البحرين أو من خارج البحرين أهمية التراث البحريني وحقيقة التراث البحريني وغنى التراث البحريني حرف مختلفة ارتبطت ارتباطا وثيغا بالماء والعيون فهذه الحرف اليدوية التي كان يمتهنها الناس قديما تحمل من الإبداع الشيء الكثير فأصبحت في يومنا هذا قطعا أثرية لا يخلو أي منزل بحريني منها أنا الحين حاليا أشارك في مهرجان الثقافة للتراث السنة الرابعة على التوالي هذه المهرجان من أفضل مهرجانات أنا أشارك فيها في البحرين وقارج البحرين حضور مشتريات ترتيب جدا ممتاز لهذا المهرجان النقدة حرفة قديمة كانت جداتنا ومهاتنا تستخدمها على الشيلات والجلابيات والثياب جمعية أوالت بنتها الحرفة وطورتها الحين على جميع أغراض المنزل طبعا المهرجان يساعد الناس يساعدنا أحنا على نعرف حرفتنا للجمهور الليون طبعا داخل المملكة وخارج المملكة ولفنون ذلك الزمن الجميل طعم آخر فقد تم عرض عدد من مقتنيات متحفي البحرين الوطني بشكل راق ومتميز بمشاركة 16 فنانا بحرينيا قدموا أعمال متنوعة لها ارتباط بالعيون الطبيعية والقرى الزراعية هو جدا مهم خصوصا هاي الخمسة وعشرين على معرض التراث وأعتقد بالعكس فرصة للتعرف على التراث البحريني نعرف الجمهور والزائرين استحضر المهرجان ملامح التراث البحريني المرتبطة بالعيون كما قدم لزواره لمحة عن العيون الشهيرة في البحرين عينب الزيدان وبئر باربار المقدس وعينم السجور ومن جانب آخر حرس القائمون على المهرجان على ربط الأجيال الحالية بماضيهم وتراثهم من خلال مجموعة من البرامج تتمثل في الأمسيات الموسيقية التراثية تؤديها أشهر الفرغ الشعبية وتخصيص ركن للأطفال تقام فيه ورش عمل يومية من الرابعة عصرا وحتى التاسعة مساء بالإضافة إلى عروض للدماء بعنوان لرحلة العيون وحزاوي من التراث على مدار عشرة أيام زوار المهرجان صقره وكباره على موعد مع عدد من الفعاليات المتنوعة التي مزجت بين الثقافة والترفيه فكشفت عن مكامل الجمال للعيون البحرينية وجمالها وعذوبتها بالإضافة إلى تراثها العريق خولة لغرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر